نهاردة هنتكلم في حاجة تهم كل الرجال وخصوصا بعد مرحلة الاربعين بصفة خاصة الواحد بقى بيبتدي ياخد باله من ان الله انا لازم ادعم البيتامينز انا لو لازم اعمل تحاليل الموع ده من الامور فتعالي نبتدي بالمبدأ نفسه اهمية البيتامينز عند الرجال ويه اسباب نقص البيتامينز عند الرجال الفيتامينات والمعادل مهمة جدا جدا لكل الوظائف الحيوالة في الجسم مهمة لعملية تمثيل الغذائي مهمة للنشاط مهمة للمناع مهمة لعدم الارق يعني ان الرجل لو الفيتامينز والمينرالز وقعوا منه او النسبة بتاعته قلت هيبتدي يحس بارق وعدم نوم وتوتر والنوم مش مستمر بالسبع ساعات المطلوبة بنت على المصافة وان كنت شاهد الجزئية دي للجزء الاخير من الفقرة ان هي اسئلة المشاهدين بس انت بتجاوبي ضمنيا على سؤال جنة من مهاب احمد بيصبح عليك وبيقولك انا عايز يعرف هل نقص الفيتامينز في الجسم ممكن يسبب مشاكل في النوم زي الارق اهو الاجابة طبعا من اهم المشاكل بسببها قلة النوم هي نقص الفيتامينز الفيتامينات والمعادن ومعظمها الجسم لا ينتجها فلازم الانتج يبقى يومي يوميا سواء رجل احنا مخصصين للرجل النهاردة بس حتى ستات رجل او سيدة يوميا لازم انتج من الفيتامينات والمعادن يوميا طب والجرعة اخبارها ايه؟ الجرعة ما تقدرش تحسب الجرعة يعني مفروض مثلا لو انا هتكلم عن المناعة احنا محتاجين فيتامين سي الف جرام سوري الف ميلي جرام مش الف جرام الف ميلي جرام فازاي احنا نقدر ناخد كل الفيتامين سي ده طبعا موجود في الخضار موجود في الفلفل الالوان بس استحالة نوصل للرقم بالزبط بالزبط ومحتاج فيتامين اي والرجل محتاج فيتامين اي جدا من اهم الفوائد لأي رجل من فيتامين اي موضوع ان هو مضاد للأكسادة فبيقللوا الالتهابات ممكن اقول ان فيتامين اي بيقلل شوية اضرار التدخين طبعا يعني صعب ان كنت تقول لأي رجل بيدخن امتنع عن التدخين دلوقتي لكن ازاي نقدر نقلل اضراره موجودة وكلنا عارفين اضرار التدخين لكن مثلا فيتامين اي بيعمل على عدم الأكسادة والتدخين بيأكسد الخلايا وبيأكسد الجسم فبيوزن الده طبعا الفيتامينات والمعادن مهمة جدا انت عندك فيتامين بي 12 مهم جدا للرجل لتكوين خلايا الدم الحمرة عائلة فيتامين بي مهمة لحماية الجهاز العصبي بتاعه مهم جدا عندك القوميجا مهم مثلا للمخ عندك فيتامين د المهم للرجل عندك الفيتامينز المهم عندك الزنك مهم جدا كمناعة وتدعيم للخصوبة للرجل فالزنك مهم جدا كمناعة ونشاط وتدعيم لمعدة للخصوبة للرجل فطبعا الفيتامينات والمعادن مهمة جدا بشكل يومي وبشكل مستمر شكرا